كنا تحدثنا في هذا العنصر عن الضوابط المدنية للمهنة وتحدثنا بدرجة أساسية عن نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية الذي ينظم المهنة وأخلاقية المهنة تعديدة لكن بقي لنا أن نتحدث عن الضوابط الشرعية في واقع الأمر لو سنرى تدخلا بين الضوابط المدنية في المملكة العربية السعودية والضوابط الشرعية لكن ما المقصود بالضوابط الشرعية للمهنة طبعا توج الإسلام العلاقة الإنسانية بين الفرد والجماعة برباط متين هذا المبدأ القاعدة في العملية كما عمل على تربية الفرد المسلم والجماعة المسلمة والقيادة والمجتمع المسلم الفرد والجماعة القيادة والمجتمع نظم العلاقة بينهما كل ورتب هذه العلاقة كل حسب واجباته ودائرته دائرة عمله وذلك بهدف أن تسود العلاقة التعاونية التواصلية فتتحقق مصالح وأهداف الفرد والجماعة والمنظمة والمجتمع في ظل روح التعاون والتراحم والتكامل والتكافر الإسلام هو دين الجماعة هو دين المجتمع هو دين التعاون هو دين التلاحم الفرد كفرد يزدهر في داخل المجموعة ولكن لا تكون فردية أنانية مستقلة عن روح الجماعة تكون في خدمة الجماعة والجماعة بدورها تزدهر ولكن لا تكون على حساب الفردية في علم الاجتماع هذا مهم لأن هناك سوسيولوجيا أحيانا بعض النظريات التي تغلب الفردية على الجماعية ونظريات أخرى تغلب الجماعية على الفردية في الروح الإسلام روح الإسلام في مقاصد الشريعة الإسلامية الفرد يزدهر بحسب والمجتمع يزدهر بحسب يعني النسبة هنا فهي مسألة تناسبية تناغمية من أجل ازدهار الجميع المهنة كعمل في الإسلام تتطلب من العاملين فيها سلوكا لابد أن يكون موافقا للقواعد الأخلاقية المتفق عليها غالبا في اللوائح والقوانين منظمة لمزاولة المهنة وتكون في المجتمعات الإسلامية مستمدة من الأخلاق والمبادئ الإسلامية الفاضلة التي أرسق وعيدها الإسلام في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وفي أقوال الحكماء من علماء المسلمين وفقهائهم لو انتبهنا جيدا لما تحدثنا عن الضوابط المدنية للمهنة قبل قليل وقلنا هي الجدارة وهي الكفاءة وهي الأهلية الصحية والعقلية وهي الصلاحية أو السلامة الجسدي قلنا أن هذه من أهم الضوابط التي نص عليها نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية لو انتبهنا جيدا إلى هذه الضوابط سنجد أنها في واقع الأمر مستمدة في خلفيتها مستمدة من الفقه الإسلامي مستمدة من الشريعة الإسلامية لذلك فإنه في المملكة تحديدا وفي المجتمعات الإسلامية يكون الضوابط المهنة في التواصل مع الضوابط المدنية في التواصل مع الضوابط الشرعي طيب الضوابط الشرعية للمهنة في الإسلام هي تنتمي إلى تقريبا حسب بحثنا وحسب دراستنا وإجنانا تنتمي يمكن تصنيفها إلى عائلتين عائلة أولى هي الضوابط التي تلزم كل موظف مسلم كل موظف مسلم يعني كل عامل مسلم بغض النظر عن مهنته في المطلق بغض النظر عن أي تخصصه يعني ما إذا كان طبيبا أو مدرسا أو قاضيا أو نجارا أو جزارا أو بحارا أو رائد فضاء أو 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 وزيرا أو بمعنى ذوابط عامة هي كما هو موظف على الشاشة خمسة لدينا أولا الصدق ثانيا الأمانة ثالثا البشاشة رابعا حسن التعامل مع الآخرين وخامسا الرقابة الذاتي هذه ملخص للضوابط الشرعية التي تهم كل موظف مسلم بغض النظر كما قلنا عن وظيفتي فإذا اشتراطات عامة تلزم كل شخصية الموظف المسلم ليبد أن يكون صادقا أمينا بشوشا يحسن التعامل مع الآخرين لديه ما نسميه بخوف الله سبحانه وتعالى وضمير يقض فهي إذن الرقابة الذاتية يعني يشعر دائما أنه رقابة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن فإذن هناك نوع من الرقابة الذاتية التي تتابع كل سلوك فإذن هذه هي الخمسة باختصار الشديد وبشكل واضح ودقيق هي الخمسة ضوابة شرعية التي تهم كل موظف مسلم قلنا هذا العائلة الأولى من الضوابة الشرعية العائلة الثانية من الضوابة الشرعية هي القيم الخاصة بجميع المهن قلنا بالموظف الآن الأمر يتعلق بالمهن فهي ضوابة للمهن تنظم المهن أول هذه الضوابة لدينا أربعة أو هذه الضوابة أن العمل عبادة في كل المهن العمل عبادة إلا طبعا قلنا ما كان يخالف يعني إما أن يكون عمل غير مباح أو يؤدي إلى محر فهو بالتالي يخرج من كونه عبادة والحديث نبو الشريف حينما قال عن ذلك الرجل الذي كان يلبس لباس ثوب العمل وثوب رث إلى غير ذلك وسأله الصحابة رضوان الله عليهم قالوا له يا رسول الله لو أن هذا الرجل كان كل جهده موجه للعبادة كان له ربما ذلك أفضل لأنه تزكي في حياته لأنه يكون بذلك قد خلص نفسه في هذه الحياة الدنيا بالعمل بالعبادة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام انتبهوا 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 إذا كان هذا الرجل قد خرج للكسب من أجل أبناه فهو في سبيل الله إذا كان قد خرج من أجل الكسب من أجل والديه فهو في سبيل الله إذا كان خرج من أجل كسب لنفسه يعفوها من السؤال ومن المذلة ليكرمها فهو في سبيل الله أما إذا خرج للتفاخر والرياء وإلى غير ذلك فهو في سبيل الشيطان إذن العمل عبادة هذه في كل المهن مهما كانت المهن المهم مهنة شريفة وهذا هو ميزة وعظمة الروح روح الإسلام ثانيا العمل مقياس للتفاضل في كل مهن العمل مقياس للتفاضل كلما كانت أداؤك أفضل كلما كانت التزامك أفضل في العمل كلما كان ذلك يرقلك في مستوى الترتيب المهنية أو في مستوى حتى الترتيب الاجتماعي ثالثا الإخلاص والإتقان في العمل هذه خاصة بجميع المهن المهم من ضابط الشرعي يعني لابد من غشنا فليس من من غشنا فليس من ومن عملا فليتقنه هذه من القواعد في السنة النبو الشريفة التي تنظم هذا العمل احترام قيمة العمل أيضا من الضوابط الشرعية في العمل إذن هكذا نلخص باختصار شديد كما قلنا وبشكل واضح إذن تنقسم أخلاقيات المهنة في الإسلام إلى نوعين أخلاقيات هي تتعلق بصفات العام المسلم وأخلاقيات تتعلق بقواعد المهنة إذن صفات العام المسلم في أي وظيفة التقوى الأمانة الصدق البشاشة حسن التعامل على آخرين الرقابة الذاتية ثم النوعية الثانية قواعد أخلاقية تنظم أي مهنة وتراعي خصيتها العمل عبادة العمل من قصة التفاضل الإخلاص والنزاهة في العمل احترام وقت العمل هذه بكل اختصار وبشكل دقيق وبشكل مباشر لأن هذه يلخص كتب ويلخص بحوث ودراسات كنا قد اطلعنا عليها فأخذنا زبدتها فهذه هي تقريبا يعني ملخص قد نجد أيضا عناصر أخرى ولكن تقريبا هذه أهم الضوابط الشرعية الإسلامية في العمل قد نجد كما قلنا شروحات إضافات تفصيلات لكن هذه تقريبا هي أهم الأخلاقية المهنة في الإسلام ترجمة نانسي قنقر